طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله بإذن الله عز وجل النهاردة هنبدأ محاضرة جديدة في نظام الإنذار ومعنا المهندسة أحمد زين المهندسة أحمد زين Fire Alarm Programmer وTechnical Support في أحد الشركات المتخصصة في عظمت الإطفاء المهندسة أحمد زين Certified NB72 زائد أن هو Certified Safe Based Certified Fire Protection Specialist فرحب بك يا مونس أحمد هلا هلا بشمس محمد فرصة سعيدة بحضرتك وربنا يجعل نشر العلم اللي انت بتعمله ده في ميزان الحسنات ويكون فايدة لجميع المهندسين كده إن شاء الله بإذن الله والله يعزك يا مونس أحمد اللي أنا شايفه في موضوع البرمجة إنه معظمه بيكون بلغة إنجليزية ومعتمد على حاجات خارجية أو بلغة إنجليزية كاملة أو بلغات أخرى ما فيش فيه تعريب للبرمجة من عندنا فاللي بنحاول نعمله إن شاء الله عز وجل آه اللي بنحاول نعمله إن شاء الله عز وجل إنه نحاول نعرب المعلومة في الحريق ونقربها للشباب الصوارين أو المونسين اللي لسه دخلين مجال الحريق الجديد أو اللي هم خاضوا في مجال الحريق لمسافة معينة لكن أرجو نحن نضيف لهم إضافة إن شاء الله بإذن الله عز وجل المحاضرة ده يكون عنها عن أي مونس أحمد طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بإذن الله تعالى الهدف الرئيسي من المحاضرة دي اللي هي تبسيط العلوم وينفع المهندسين بما هو متاح في السوق برندات مثلا زي سيمبليكس، نوتفاير، سيمانز فإن شاء الله بإذن الله تعالى هتكون سلسلة حلقات وهنبدأ بسيمبليكس إحنا بشانس محمد لو تتذكر كنا بدأنا قبل كده عملنا أوفر فيو عن الفاير ألارم سيستم وعملنا تريننج كامل للسيستم كومبوننت البنالز يعني يعني نوتفاكشن ديفايسيز وده في لينك موجود على القناة بتاعتها أنا إن شاء الله برفق وبعمل منشن للفيديو ده هندسة بإذن الله عز وجل بحس سلسلة الوصول إليه تمام وبعدها من مدة تقريبا شهر عملنا فيديو عن اللي هي 4007 اس دي معظم البنالز أو الفيمس بنالز بتاعت سيمبليكس وشرحناها عملي كان عندنا تريننج في الشركة لبعض البلاينت وشرحنا البنال وكان يعني كان فيديو أحسابه لقى قبول كبير عند الناس نظرا إنه كان في لوحة موجودة وديفايسيز واشتغلنا عملي على على الستاند اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى هناخد البروغرامنج بتاع اللوحة وهنشرح شوية بحيث إنه أي حد عنده هيتعامل مع سيمبريكس براند يكون يعرف من الات وزد هوتو بنا البروغرامنج وقبلها يعرف الهاردوير والسيستم كومبوننت فخلينا شاير أنا بقى حضرتك بعمل ميوت إن شاء الله وتتفضل حضرتك تمام هشاير أنا الله يعز شكرا لحضرتك تفضل شمس الشباب إحنا بدأنا قبل كده في التريننج قبل كده قلنا بشكل دائما بيكون عندي input وoutput وفي المنتصف كده حاجة اللي هي اللوحة اللي هي fire alarm control panel اللي هي بتعمل حاجة اسمها process التحليم ديفايس دي قلنا ممكن تكون هي عبارة عن heيت أو smoke أو gas detection أو equipment monitoring sensors اللي هي خاصة مثلا بflow switch أو tambour switches بتدخل على process اللي هي control panels والcontrol panel بتخرج output اللي هي عبارة عن initiating notification devices أو initiation devices أو قد تكون control devices إن هي تعمل contact سواء relay card أو relay module علشان تشغل أو تطفي بعض الإكويمينت مثلا زي أو أو تشغل أو هكذا وقلنا النظام الطيب بتاع Fire Alarm قلنا هما اتنين لا ثالثة لهم وذكرنا في المحاضرة الفرق ما بينهم طبعا الأمبرلة اللي احنا بنشتغل عليها في Fire Alarm System هي الNBA72 هو ده اللي احنا اللي بنشتغل عليه في الديزاين بتاع ال Fire Alarm System وطبعا ذكرنا أنه الNBA بيتناول في module 1 أو chapter 1 introduction and overview وبعد كده الbasics initiating notification control والcontrol power supply والcircuit and busways والمحاضرة اللي فاتت كانت بتشرح in details كل شابتر أو كل modules طبعا ذكرنا الفرق ما بين الكود والسطاندر وقلنا الكود هو refer to law regulations or establish requirement for construction and the fire safety وقلنا الستاندرد هو refer to the document ذات كود refer to the details application and installation location performance and the maintenance of that which is required in certain place by the code طبعا قلنا في بعض الحاجات بناخد بالنا منها واحنا بنعمل system design ليس الNBA فقط الNBA دايما بيقول لك روح لي owner أو AHJ والكود والبرودكت standard بعد كده قلنا طبعا أي brand سواء كان سيمان أو سيمبلكس أو بيكون عنده small panel ودي بتكون خاصة بالlarge بالsmall applications سريعا قلنا الفير alarm طيب السيجنرز بتاعته بتكون عبارة عن alarm alarm أو pre-alarm أو supervisory أو trouble أنا همشي بسرعة علشان بس ندخل في محتوى المحاضرة بتاعتنا قلنا circuit busway دي بتكون عبارة عن class A or class P أو class X أزبر NFPA قلنا في بعض البرندات بتعمل حاجة اسمها T tab plus P و الفرق ما بين class A و class B و class X دخل 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 على الشيتي ديفايسي وقلنا عبارة عن الفرق بين single action وال double action manual stations smoke وال heat were combined كل واحدة فيهم بتركب. بتاعته مهمة جدا في التركيب لمهندسين بتركب على ازبر اني باي. اما مينم وان ميتر وماكسموم وان بوينت تو. وبتركب برضو على بعد اه. من ازبر اني باي. اه. وقلنا ده. اه. دي مثلا. اه. اه. لو انا عندي مسلا. وهتحكم في لازم اركب ما بين الفرغة الان كوتر و اركب حاكة اسمها بيد برمج وهنشوف ازاي برمجه ان هو يشتغل. مع اه. انه هو يشتغل اه. 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 تمام. خدنا بعد كده. النهاردة بازن الله تعالى هنا ثانيا والإندي تيلز آآ الفاير ألارم كونترل بنال اللي هي اربعة تلاف وسبعة إي اس طبعا الفاميلي بتاعت سيمبلكس آآ لمن يعلم يعني انه عندي اللوحة اللي هي اربعة تلاف وسبعة إي اس وبعد كده اربعة تلاف وعشرة إي اس واربعة تلاف ومية إي اس كونترل بنال دي الإي اس فاميلي آآ لي الاربعة تلاف للي سيمبلكس طبعا لكل لوحة بتكون كباسيتي آآ امتى بختار الفين اربعة تلاف وسبعة او او اربعة تلاف وعشرة او اربعة تلاف ومية بناء على الابليكيشن اللي عندي فمثلا لو انا عندي تارجت سمول بروجيكت وكونفينشنال سيستم بروح ليه اربعة تلاف وسبعة إي اس اللوحة دي الديفولت بتاعها وان هندرد ميت نقطة ابتو تو هندرد فيفتي بوينت اللوحة اربعة تلاف وعشرة ميديم سايز بيلدينج ودي بتكون ابتو وان ساوزند بوينت الاربعة تلاف ومية بتكون ابتو سري ساوزند بوينت دي مش تلات تلاف دي ايه اه مش هاي فاقصة ومية دي تلات تلاف النيو كباست بوينت لاربعة تلاف ومية كانت قبل كده 2500 حاليا تلات تلاف بوينت تمام الاربعة تلاف وسبعة دي احنا قلنا اه ممكن تستخدمها نتورك مع الاثر بانرز يعني ممكن مع اللي هي اه وده ميزة طبعا انه اللوحات 40000 وسبعة ممكن تكون مع الانديو او مع او مع مع تي از دابليو او مع الاربعة تلاف وعشرة اي اس بانال طيب انا هركز برضو على اربعة تلاف وسبعة بقلنا التارجت ماركت اسمول برويجكت ان دو كونفنشنال ان هي اللوحة هايبرد بتيجي منها تومود النمبر اربعة تلاف وسبعة داش تسعة واحد صفر واحد دي بي تكون هايبرد بانال اربعة تلاف وسبعة داشت تسعة اتنين صفر واحد دي بتكون ادريسابول مع ادريسابول نوتيفكيشن وهنعرف الكلام ده في البروجرامي. البوينت كبستي بتاعتنا قلنا الستاندرد بتاعها وان هندرد بوينت بتنقطة ولو انا محتاج ازيد من كده بتضيف لحاجة اسمها اكسيبانشان موديول متين وكل كارت خمسة وسبعين بوينت يبقى التوتال نمبر اوف بوينت اللي عندي ليه اربعة تلاف وسبعة ابتو تو هندرد ففتي بوينت. تمام؟ هل هي نتوركبل مع اثر بانل؟ يس. هل هي لستد فور سابريشن؟ لو نعزى استخدمها في السابريشن كنوفيك سيستيم او بري اكشن سيستيم فوم اف ام تو هندرد كلين ايجنت ممكن بستخدمها ان هي لستد از 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 ايو ال فور سابريشن سيستم. اللوحة زي ما احنا قلنا ممكن تكون نتوركد بتشتغل على البروجرامنج بتاعها مش محتاج اللايسنس بس محتاج انك انت يكون معاك او بتاع اللوحة وممكن تبرمجها جدا من غير من غير دي معلومة مهمة جدا اه شوية مش كتير ليعرفوها انه اربعة تلاف وسبعة لا تحتاج الى اه سوفتو وير لايسنس بحتاج فقط سوفتو وير ريفيجن بتاع اللوحة ومش شرط الكي او الاستورايزيشن كي تكون معاك. اه لكن لازم انت تكون طبعا ان كنت تكون استورايزة ان كنت تبرمج اللوحة دي. الطبعا دي از ار براند الكمبيتاتيز الكمبيتاتورز لي اه سيمبليكس او مسلا تو هندرد اه نود. اه سيمان زي الفاير فايندر ابتو سيكستي فور او السيربس روبيو موديلر. السيكستي فور برضو ليه ادوارد اما سيمبليكس بالرنج الوحدة بتكون لحد تسعة وتسعين بانل. وابتو اه سبعة رنج. يعني التوتال نمبر اف بانل كان بي نتوركد. اه لون سايت. على وان جرافيك اه ستيشن. اه ستمية ستة وتمانين نود. ستمية ستة وتمانين نود. تمام? طيب. احنا قلنا هنا اربعة تلاف وسبعة برضو. اه انا دايما كلامي هيكون على اربعة تلاف وسبعة. بحيث انه اه نكون لماينا بالفيديو السابق. الربعة تلاف وسبعة. اه بنال. والفيديو ده عن كل حاجة خاصة بأربعة تلاف وسبعة. طبعا الاربعة تلاف وسبعة احنا قلنا اه فيها تلاتة لوب اه وان مين لوب اللي هو متى نقطة. وممكن نحط توك سيبانشان لوب ميديول. كل لوبة خمسة وسبعين بوينت. يعني التوتال نمبر متين وخمسين بوينت. اه عندي اربعة ناك سيركيت. او تو ايدي ناك سيركيت ليه النوتيفكيشن الـ 400007 ESPANEL الـ Disability بتاعتها طبعاً Touch وبرعاً 4.3 Color Touch Screen الـ Programming احنا بنبرمجها عن طريق اللابتوب أو عن طريق USB Port ممكن انت تبرمجها به الـ Integration مع الكمبيوتر مفيش مشكلة فيه خالص الـ Networked احنا قول حد تسعة تسعين نود والـ historical logs up to 2000 history logs طبعاً احنا اللوحة قلنا Listed for Subversion Release Applications وده الـ Subversion Release Applications بتاعتها يكون عبارة عن IDnet بتدخله على SRB الـ SRB ده معروف اللي هو Subversion Release Preferred Module وهو اللي بيخرج الـ Rack على الـ Synenoid Valve ويبيتشبك Direct Notification على الـ Next Circuit بتاعت اللوحة ويعندك maintenance switch أو الـ Actuator بيتركبه ما بين المترس ويتش بيرك ما بين الـ Actuator و الـ SRB تمام؟ سريعاً عشان وقت الفيديو نحن دلوقتي هندخل في الـ Programming قليني أبدأ منذ محمد اللوحة أبدأ الـ Programming اللوحة بيكون فيها two main cards Card CPU الكارد ده نحن بنسميه 147 CPU and DisplayPort والكارد الرئيسي بتاعها برضو اللي هو 147 IDNAC or NAC Power Sublime سواء Addressable أو الـ Hybrid اللوحة هنا لو احنا ركزنا فيها عبارة عن One Loop اللوبة الرئيسية دي وبعد كده بيجي حاجة اسمها auxiliary power 2 ampere وبعد كده بيجي الـ RUI اللي هو Remote Unit Interface اللي بركب مع الـ Repeater Panel أو Transponder وبعد كده عندي الـ TB2 ده اللي هو الـ IDNAC احنا قلنا فيها two IDNAC لا هي فيها one IDNAC سوري فيها one IDNAC أو أربعة four NAC circuit يعني واحد notification addressable or أربعة circuit conventional بيجي فيها auxiliary relay one auxiliary relay two وي اللي هما دول two jumper دول أو two slot دول بنركب فيهم اللي هو اللي هو J11 وجي عشرة لو احنا رحنا هنا على J11 وجي عشرة هنلاقي الجيهات اهو 11 و 10 عبارة عن ايه عبارة عن IDNAC loop expansion first expansion IDNAC card واحداشر second expansion loop card يبقى جماع اللي اللوحة بيجي فيها one loop تبقى up to اللي هو tb1 tb1 اللي هو ده ال IDNAC ده up to كم؟ ده up to ده ده ال IDNAC ده up to up to مش عارف انا اه ده up to 100 points slc slc points تمام طيب هنا اللوبة دي اللي احنا قلنا عليها دي دي كل واحدة منهم up to up to 75 points تمام؟ يبقى total number of points للوحة 250 points for your information ان كده ممكن توصل كل المتين وخمسين على one terminal واللوحة في البروغرامنج هتقرأ التوكارد دول مفيش مشكلة فيهم ساعدنا نروح هنا للبورت بتاعة البروغرامنج هنا انا بوصل البروغرامنج بورت هنا في ال tcbip اللي هو j1 j1 عبارة عن ethernet port used to transfer file or upload report from 4700 s panel using ethernet port to your laptop this operation required you to enable the ethernet port by installing surface mode jumper 3 اللي هو الجمبر ده احيانا بعض اللوحات بتعمل detect لي ال ethernet port عن طريق الجمبر اللي هو الجمبر ده طيب انا هنا خليني نروح لي البرمجة البروغرامنج لو حد عايز يحضر section programming قولي طيب انا خليني اسطط ببرنامج جديد بحيث انه برضو اللي مش هيعرفي يسطط ببرنامج يبقى عندنا ايه بصت ببرنامج اختار انا ايه revision من ال revisions اللي عندي البروغرامنج لو حد عارض انا مرحلى ايه اس ايه اس 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 اختار مثلا اه هاختار مثلا اه اخر حاجة ستة اتنين خمسة استطبو طبعا لما بستطبو بيقول لك ايه زي سويل copy الاس panel vision ده على اربعة تلاف ومية اس بروغرامر تمام فهنعمل له ايه extract اوكي هنروح هنا على السي تروح على السي هنا وتروح على اربعة تلاف ومية اس بروغرامر هتلاقي البرنامج وده طريقة التصريب بتاعشان ستة اتنين خمسة طبعا قلنا اي بعد ستة لازم بيحتاج سوفتون ويل ليسنس كي اربعة تلاف وسبعة مش بتحتاج ليسنس كي لكن اربعة تلاف ومية اربعة الاف وعشر لازم ليسنس كي اوكي فينيش بجمع طريق تسطيب البرنامج ننتظر لحد ما ايه تجينا رسالة اوكي كلوز كلوز فنش تمام هنروح هنا على سنبليكس هنلاقي البرنامج الجديد اللي حصل طبناه ستة اتنين خمسة هنعمل ايه نفتح ايه اسباني البروغرامر انا كنت فتح برنامج قبل كده فهقول له لا مش عايز اوبا جديد ولا حاجة ان احنا نبدأ من جديد دي الشاشة بتاعتي المفترض هنا عشان اعمل هنا يا جماعة هنبدأ البروغرامنج زي برمج اللوحة اول حاجة لازم نتأكد من السوفتوير ريفيجن بتاع اللوحة بتدخل على مينيو وتشوف السوفتوير ريفيجن بتاع اللوحة كان بالزبط وبناء عليه تختار السوفتوير ريفيجن بتاع الاسباني البروغرامر سيمبرس بتبرمج ببرنامج اسمه اسباني البروغرامر طبعا لكل مجموعة بانيال في حاجة اسمها فيرجان البرجان ده مهم جدا لو انت استخدمت فيرجان اخر وعمل ده من غير ما تعمل اوبا جريد للسيبيو ممكن لو استخدمت برنامج غير البرجان بتاع الاسباني البروغرامر بتاع اللوحة البناء بتدخل معك في كراش اول نقطة لابد ان اعرف البناء الريفيجن بتاع اللوحة الريفيجن لازم يكون مطابق للاي اسباني البروغرامر اللي انت بتشغل عليه اول نقطة فانا نقطة بدخل على فايل وبعمل نيو طبعا هنشوف اللوحة عندك قلنا في فرق مبين لو طبعا لو انا عندي اللايسنس هتلاقي كل الريفيجن كل البناء اللي زارت معك هنا مثلا نختار الى 4007 اس بانل هايبرد قلنا الفرق مبين الهايبرد وبين السمول بانل السمول بانل هي عبارة عن عبارة عن البناء معها الناتفيكيشن ادريسابول الهايبرد عبارة عن الناتفيكيشن كونفنشنل زائد فيه بيجي كارد ايت بوينت ممكن تستخدمه كازون او ازار لي تمام هاختار هنا مثلا وليكن ترينينج ترينينج تمام ممكن تسمي النمبر او الجوب بتاعتك باي اسم انت ايه انت بتعرفه للسايت او لي او ممكن تحط في ديت تحط فيه رقم بلدينج الباسط طبعا الديفولت بتاعنا هيتخزن فيه 4100 يو جوبس وادغط على او كي اقول له لا لو اتعايز تعمل تشينج للجوب نيم ومن هنا نبدأ انه اللوحة بتديك حاجة اسمها بانل الانفورميشن طبعا احنا سمناها ايه اللوحة البانل بتاعتنا ترينينج البانل طيب الديفولت بتاعك ايه 4700 ممكن هنا تكتب في الديسكريبشن بتاعك مسلا اه ترينينج 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 جوب مسلا مسلا دي يوتيوب ترينينج يوتيوب ترينينج بروجيكت ننبا لو انت عندك بروجيكت اي انفورميشن انت شايفها اه ممكن ايه تحطها هنا ببروغرامر الهيد اوفيس بروغرامر دي باي الكاستمر بتاعك اي حاجة ممكن تحطها هنا تمام السيستيم اوبشنز برضو هنا عندي اوبشنز دي دايما اللوحة هيجيلك التيم والديت بتاعك انت عايزه ام 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 دي 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 ولا واي اه ولا اتناشر اوار ولا تونتي فور اوار اليونت اللي هو مسلا لو انت عايز تبحس عن الديجري بتاعت الهيد تكتر بفرانهيد ولا اه سنتي تجريد اه الاكنولوج اوبشنز الستاندرد اللي انت ماشي عليه يو ال ولا يو ال سي اللي هو كندا اللانجوج ال اي سي فال لو الكهرباء مسلا فصلت عن اللوحة عايز بعد تايم قد ايه ياخد ايه يعمل اه 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 ترابل بعد احنا طبعا الديفورت بتاعنا اه اه او منت وبعد كده اللوحة بتديكي ترابل لو انت عايز تعمل اكتف الستيتس ريمايندر للفاير ولا بريوريتي ولا السوبورفيجن برضو بتعملها من خلال التك دي او نون تك تمام الاكسس ديفل لازم هنا ايه الاكسس ديفل ده اللي انت عايز تشتغل عليه سواء مثلا الالارمي سايلنس و سيستم ريسيت مش محتاجين اي اكسس ديفل كود طبعا اللوحة بتيجي البروغرامنج بتاعها فور اكسس ديفل اكسس ديفل وان مش محتاج حاجة اكسس ديفل تو 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 سري سري ثري اند فور 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 يعني مثلا لو انا عايز اعمل تشينج بوينت ستيتس لازم ادخل على اكسس ديفل لنبر فور لو انا عايز مثلا نكلير لترابل لوغ ممكن اخليها ليفل فور مش ليفل سري فانت ممكن تغير في اللي انت الليفلس لانت عايزها مثلا مش عايز تعمل 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 من خلال لكن لو عايز تعمل عايز اخليها يبقى اضغط على كده واعمل يبقى انت كده ايه عملت انه هو يعمل لازم يدخل على طيب مش عايزه يبقى ليفل ثلاثة خلي ليفل اربعة الفرق انه هنا عندي في لازم انت بتعرفهم مثلا ليفل وان مش محتاج اي باسورد ليفل تو انت مسلا محتاج الباسورد يبقى وليكن تو 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 او اللي انت محتاجه بس دي دايما بتكون ديفورت زي البناز القديمة سري 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 اند فور 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 هنا فور فور اوكي احنا بعد كده هنروح على حاجة يبقى احنا اخدنا البنال وبعد كده البنال دي تحتها مجموعة ايه مجموعة تابس بعد كده هناخد هارد وير طبعا ما ينفع انا اشتغل على السوفت وير الا لما بعرف الهارد وير طبعا الشاشة عندي فيها حاجتين حاجة حاجة اسمها هارد وير كونفجريشن وحاجة اسمها افيلابل هارد وير الهارد وير كونفجريشن الحاجات اللي انت عندك فيه الهارد وير الافيلابل وعايز اضفة هنا سي مثلا انا عندي اللوحة قولنا بتيجي الستاندرد بوينت نمبر بتاعها واللوك كارد تمام طيب سي ننا اللوحة عندي النتورك يبقى هتدخل على هنا مسلا تختار من هنا النتورك كارد بتاعتك واضيفة ايه في اللوحة يبقى انت كده ايه ضيفت كارد ايه كارد النتورك بتاعتك ومن خلال ستايل ستايل فور ولا ستايل سوفين النتورك انت بتضيف طيب سي اللوحة مش نتورك يبقى انا هشيل الكارد ده خالص دليت وبعمل ايه? وكده بشيلته. طيب. سي ان انا عندي النتورك الجديدة بتاعة سيمبليكس. عندي نوعين من النتورك. 420 نتورك or الاس نتورك. ممكن اضيف الاس. طيب. يبقى اذا الهارد وير اللي عندي. طيب سي ان انا عندي وليكن مثلا مش لوب كارد. لوب كارد يضف من حالة تانية هنا. انفع على هنا. غير لوحة 410 و 4100. سي انه عندي مثلا زون كارد ريلي كارد زيادة عايز اضيفه للوحة. احنا اللوحة 4007. الهايبرد بيجي فيها ايه? بيجي فيها تمانية ريلي او تمانية زون. ممكن ابرمجهم. هنعرف البرمجة بتاعتهم دلوقتي. طيب لو انا عندي عايز اضيف ازياد. ممكن اضيف الكارد اللي انا اضفته ده. جست بتعمل ايه? بتعمل ادراج. انا بحزفه اهو. دليت. بقول له yes. عايز اضيف الكارد. بتعمل select عليه. بتختاره. وبتعمله ايه? ادراج. طيب طريقة تانية. ممكن اعمل له حاجة اسمها كابي. وهنا بعمل له ايه? بيست. طيب. يبقى ازاي انت بتعمل مع الهارد وير بتاعك. اه عبارة عن ادراج او كابي بيست. طيب. طيب. سريعا. انا بقترح مهندس محمد ان احنا نخلي برجامي برضو على تو ايه? على توف سيشن. حاليا احنا هنشيل الكارد الاس نتورك. تمام? وهنبدأ. اه نروح على ال اي دي نت. اه بار سبلاي. وده اللوبة عندي. اللوبة دي احنا قلنا المكسمو نمبر اف بوينت. هنخليها كام? مئة نقطة. طيب. اللوحة بتيجي عندي هنا بوينت نيم والديفايس طايب. والبوينت طايب. الكاستام ليبل اللي انا هاختاره. فسينا انا عندي مثلا. ده نوع سموك. والكاستام ليبل مسلا. هكتبه مسلا سموك ديتكتور. وليكن مسلا. موجود مسلا في. اه. كنترول. روم. وده موجود على لوب مسلا واحد. او زرو واحد. تمام? فهو اصبح عندي حاليا الليبل بتاعي. البوينت طايب بتاعتي. اه. سموك. الديفايس هو عبارة عن اوبتيكال. انه انا عندي طبعا السموك ده. ممكن يكون اينزيشن. ممكن يكون بيم. ممكن اي حاجة. بس. الديفايس طيب هو اوبتيكال سموك ديتكتور. والكاستام ليبل بتاعنا سموك ديتكتور كزا. طيب. سي. انه انا عندي. وليكن. اه. اه. ادريس او البرستيشن. اختار ادريس او البرستيشن. وهنا مسلا. نفس الفكرة. كنترول و سي. هنا هناخد هنا اه. هنكتبو كنترول و في. وديه هيباع ديفايس نمبر تو. احنا بنبرمج كده يا شباب. الاسموك تكتور لا. هنخليها اه. مانوال بول ستيشن. ايه. وي. او. 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 كوري دور مسلا. فيش. كنترول. ممكن. كوري دور. وبدغط على وهاكذا فيل ايه مسلا لو عندك المتعبة اسمه Python وهي رائب مسلا تمبر فالتمبر مش هخلي فاير هخلي طبعا ايه سوبرفايزوري هخلي سوبرفايزوري سوبرفايزوري اهو وممكن اخليه هنا اقول له مثلا ايه ده ونكتبه مثلا تمبر ودفايس مثلا وليكن ثلاثة تمام اه ريلي مديول برضو ممكن اخليها مثلا ده انا عايزه يشتغل مثلا ريلي عادي مش نبرمجه ده مسلا نخلي ريلي مديول مسلا ديفايس رقم اربعة ديفايس رقم اربعة تمام نعمل له قبل ايه كده احنا عرفنا النقاط اللي عندنا من نقطة رقم اه سوري ده نكتب سيركتز هنا اه عندي اربعة اربعة نقاط سموك ومانوال كلبوينت او مانوال بولستيشن وعندي سوبرفايزور سويتش وعندي ريلي مديول اه دي النقاط اه في طبعا كذا نقاط انا تناولهم بالتفصيل في سكشن بريزنتيشن عندنا في البروغرامينج او ممكن نتروح لي البروغرامينج مانوال بتاع سيمبليكس في كل النقاط اللي ممكن اتبرمجها وان شاء الله باذن الله تعالى في اه في اه حلقة ثانية هنعرف ازاي انبرمج اللي اخضي مع بعض مثلا انا عندي وليكن عشرين اسموك ديكتور موجودين في جراوند فلور عشرين اسموك ديكتور مثلا موجودين في فرست فلور وليكن اه بعض الدفايزز موجودة في ازاي اعمل زونينج وازاي اعمل جروبينج وازاي احط كل ديفايزز دي وان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا وباذن الله تعالى هستنى منكم الفيدباك انه دي بداية وان شاء الله باذن الله تعالى لا تكون النهاية لو اي حد عنده برضو اي تساؤل يريدت يبعث مثلا ايه تساؤلك شايف الشرح ممكن اه يتطور ازاي وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا ينفع بكم اه هذا العلم وانشوفكم ان شاء الله فوقت اه قريبا باذن الله شكرا لك بشانتس محمد وبرك الله فيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة